اخراج كامل المخطوفين من دومة مقابل توجه مسلحي جيش الإسلامي باتجاه جرابلوس شمال سوريا اتفاق لم يستغرق التوصل إلى صيغته النهائية وقتا طويلا ساعات قليلة من التفاوض تحت وطأة تقدم سريع للجيش السوري وفشل كل المناورات ومحاولات شراء الوقت واستقدام التدخلات الإقليمية والدولية فعل الضغط العسكري فعلته في صفوف قادة الفصيل المسلح الأكبر في غوطة دمشق الشرقية غارات جوية وقصف مدفعي أتى على خطوط الدفاع الأولى للمسلحين وتقدم لوحدات الاقتحام أمن مزارع دومة من الجهتين الجنوبية والغربية تطورات على الأرض أشعلت نيران الخلافات والتصفيات بين مسلحي التنظيم في ظل رغبة شعبية متزايدة للمصالحة وعودة المدينة إلى حياتها الطبيعية تحت سلطة الدولة تعود المدينة خلال ساعات إلى سيادة الدولة السورية لم تنفع فيديوهات السلاح الكيميائي ولا التعليمات السعودية الصارمة في وقف انهيار جيش الإسلام الاستثمار السعودي في التنظيم الأقرب بحضوره الجغرافي طيلة سنوات للعاصمة السورية ذهب هباء منثورة نستطيع أن نقول بأن الذراعة السعودية قد قطعت من دمشق وبالتالي أعتقد بأن من يخطط لإسقاط العاصمة قد بات أمرا غير ممكن أو أقرب إلى المستحيل إن لم يكن مستحيلا مئة بالمئة الآن أعتقد بأن جيش الإسلام سيقع بين فكي كماشة بين أعدائه من من تدعهم قطر والتركية وبالتالي يكون تصفيت الحسابات على حساب جيش الإسلام وعلى حساب التنظيم الذي تدعمه السعودية دخلت الحافلات مجددا إلى دوما استنفار كامل على معبر الوافدين أشرف على خروج آلاف المدنيين من دوما خلال الأسبوع الماضية عبر معبر الوافدين المعبر الذي يترقب فرحة كبيرة للأهالي بلقاء أبنائهم بعد طول غياب لتطوي دمشق صفحة أخرى من الوجود المسلح في محيطها القريب إنجاز اتفاق دوما يكمل تأمين الغوطة الشرقية بأكملها ويقضي على أبرز أذرع السعودية في الميدان السوري والمتمثل بجيش الإسلام حمد الخضر دمشق الميادين